بسم الله الرحمن الرحيم. على السلام بحضراتكم. من اجمل حاجات ان اكتلاقي لعبة عربي في الفلقة اللي انت بتشجعها. بتحس بالفخر زيادة على اللزوم. بتحس كمان ان في مساحة اللي بتعصد زيادة على اللزوم. يعني بتحس مسلا ان انت لو كنت متعصب قراط للفرقة دي. لا بعد وجود لعبة عربي تلازم تتعصب لك قراتين تلاتة. الحكاية دي ببرشولة كان نفسي ان انا حسي باية من زمان. اللاعب الافارقة اللي موجودين زي اتو. كانوا بيحسوا لي بالفخر. ابن قررت يا باشا موجود في النادي اللي انا بحبه. كانوا بيقدموا عطاك جيد جدا. اثناء وجودهم في برشولونة. بس برضو كنت بحس ان فيه شوية نقص. انا عايز لعيب عربي. لعيب ابن لهجيتي كده. لحت ما لقينا كلام على مونير الحدادة. مونير الحدادة لعب له خمس ست متشار جنسوبة اسبانيا. حتى اللاعب اللي احنا كنا جايين يا جماعة. كنا حتين امالنا فيه جنسولة للازينة. بس الحمد لله رب العالمين. شوف فين الفين واحد وعشرين ظهر لنا لعيب عربي. مغربي كمان. وهو عبدالسامد الزازور. يا يا عبدالسامد. انا منتظرينك بقالنا فترة يا راجل. وما اننا بسم الله ان شاء الله من يوم ما طلع من جيزة ومن يوم ما طلع اراخو. من يوم ما طلع بدري. من يوم ما طلع لعيب زي جافي ونيكو. واحنا عادي اي حاجة تطلع من لماسية اديها طابع الكتالوني. اديها طابع ان احنا بالسالة عن النبي كده بنطلع مواهب للعالم ده كله. كل الناس اللي هو بتركز معها. فلما عبدالسامد ييجي. لا احنا محتاجين نديل يا باشا. اللي هو استحقه. لان احنا شوفنا ان جافي وبدري ونيكو واروخو. بياخدوا حاجات اكتر بكتير جدا. فلا يا باشا لما انا اقرر ان انا ادي الشابو. ادي الشوت قوت لللاعيب المغربي. ما تقوليش ان انا بطبل. لا لا انت حضرت الاعلام الاسباني بيعمل ايه? مع اللاعبها بتاع انت بتاع البرشلونة اللي طلع من الماسية وصولها ازبان? لا يا باشا. كانوا بيتكلموا على توقيع بادر العظيم. كانوا بيتكلموا على العظم اللي بيهندي مهنيكو. فلما لعيبها عربي يطلع زي عبدالسامد ولما لعب زي الياس اخو ماشيكو الموجود معاك. والناس بيتقال عليها ان هي جوال. والناس بيتقال عليها ان هي مستهد درشلونة. فلا يا باشا. اديهم الفايب اللي انت عايزه. واقعد طبل صبح باشا. وعلى حق يا باشا بالسالة عن النبي. لان عبدالسامد مبارح ما نوزمدش بالنسباني. مش ما نوزمدش بالنسبان انا بس. ده بالنسبة لسوفا سكورو بالنسبة لأي موقع بتاع احصائيات. لان عبدالسامد مبارح واخد 7.3. ودي في الشكل اللي هو قولي ما حدش خده خالص لبنان. جاف اللي كامل المباراة خد 9. خد 6.9 اللي هو. طب جاف اللي ما تغيرش ليه? لأ. فانت لما تجد اتكلم معايا. وتقول لي انت لما تدتش لعبدالسامد وشهد اول بتاعه. عندك حق. عبدالسامد مبارح عمل جيم ممايز جدا. عبدالسامد عمل قروز بتاع الهدف الاول. عبدالسامد عبدالسامد مبارح يا جماعة كان في اول خمس زي كان قادر ان هو يسجل دولا لعرضة. كان نفسي بصراحة عبدالسامد يسجل. عشان خاطر الاعلام الاسباني يحس بيه. بس بصراحة سبورتة حسل بيه وقالت ان هو عمل فرق وعمل طفرة يا يا اخي. لعيب. هاف بيعد واحد على واحد يا. ده نعرف كيف موجود انه حد تاني بسم الله ما شاء الله بياخد الكرة من هنا يوده هنا ولا ايه بيدري في نفسه. والاعلام الاسباني عايز يكنعني ان بيدري ممكن يتباع لبار مونك بت imposed 90 مليون. فلا يا باشا عبدالسامد يتباع ل apare أي حاج بمية ملون وميتين مليون وكمان الخود الجديدة من عندنا بقى عبدالسامد يا باشا هو بديل بديل المسو الشارع. ودي حاجة بقى تكبلا براحتك بقى عبدالسامد بالنسبة لنا بديل مسو الشارع باللي تسبب يعمله خصوصا ان هو اركانه معتمدة على اتنين مغاربة. سواء عبدالصمت او الياس. واتمنى ان تشافي يبصلنا نظرة كده تحت يقلع لنا فروت تايف الاماسية وانطلعه عشر خلاص يعني. الموضوع بالنسبة لدبي خلاص جاب اخره. ومع لش عم تشافي. واننا بقى نتعبك دور معنا تحت بس يعني. دور معنا تحت عشان نحس ان انت عملت حاجة معملهاش غيرك ومعملهاش اللي قبلك. انيك هو جافي وبدري دول متلع لكم من بسراحة يعني. فانا متمنىك تحاول كده تتلع لنا حاجة كده زي عبدالصمت بس فرود. حاجة زي الياس بس فرود. متمنىك حتى تحبط الياس نص فرود يعني مفاش اي مشكلة. بس نتمنى ان الاخوة العرب يدوا الحق الطبيعي للاعيب بيلعف برشلونة وبيتقلع لانه هو واحد من جوان برشلونة وكمان بيتقلع لواحد زي الياس ان هو خليفة مصر الشرع ببرشلونة. فرما احنا نطلع نتكلم عنهم الكلام جادي. ما تقوليش بالطب. لان انت لو شفت الاعلام الاسباني بتكلم ازاي على لعبة الاسبان. قسما بالله هتقول انت غالباني بس هنعمل ليه لا استمر. فاركش انت على الاعلام الاسباني. لو بتتخرج على الاعلام الاسباني ان تقوم برشلونة فممكن تعمل لايك انا الفيديو. لو عاجبك عشان خاطر انت تقرف النقع اللي بتقال على اللعبة الاسبانة عند ازاي. نتمنى بازن الله ان اللعبة العرب عبدالصمد وزاي الياسي يقدروا ان هما ياخدوا مكان اساسي برشلونة نتمنى يكون لهم ادوار اكتر مع برشلونة. نتمنى ان احنا نبني عليهم مشروع جديد ومحترم. ونتمنى ونتمنى احنا بديبني كل ده كامل للتراك او سابسكرايب وما اتوقش مننا بعيد معلش.